منعت الحرب المستمرة في غزة 39 ألف طالب وطالبة من أداء امتحانات الثانوية العامة حيث حولت أحلامهم إلى حسرة وشعور بخيبة الأمل وقدرت مجموعة التعليم المدعومة من الأمم المتحدة أن أكثر من 75% من مدارس غزة تحتاج إلى إعادة بناء كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة لفتحها من جديد وقد تم تحويل الكثير من المدارس والكنائس في غزة إلى ملاجئ للنازحين بينما تعرض البعض الآخر لأضرار بسبب القصف وتمثل امتحانات الثانوية العامة جسرا من الأحلام نحو مرحلة جديدة كان الطلاب في غزة يأملون أن تعبر بهم إلى مستقبل حافل بالفرص غير أن تسعة أشهر من الحرب جاءت لتقضي على كل تلك الأمال وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 7043 طالب وطالبة قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر